أهلا بكم شيع ألف الفلسطينيين جثمان الشهيد تامر الكلاني أحد كوادر مجموعة عارين الأسود الذي اختلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وكان الكلاني قد اختيل بعبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعت في دراجة داخل أحارة اليسمينة في البلد القديم بنابلس فجرت أثناء مروره في وقت مبكر من صباح اليوم في أثناء ذلك رفع الجيش الإسرائيلي حلت التأهب إلى درجة القصوى تحسبا لموجة من الرد المتوقع لمجموعة عارين الأسود التي هددت بالانتقام لاختيال الكلاني هذه المجموعة التي انضم إليها عشرات الشبان الفلسطينيين الذين اتخذوا من البلد القديم بنابلس مقرا لهم وقد كانت بداية المجموعة باسم كتيبة نابلس في شهر فبراير الماضي بعدد قليل من المسلحين هذا ويتميز أفراد مجموعة عارين الأسود ببنادقهم التي تعلوها قطع من القماش الأحمر في دلالة على أن الرصاص الذي يطلق لا يطلق هدرا ونفذوا عشرات عمليات إطلاق نار على جيش الاحتلال والمستوطنين في الشهور الماضية ما خلف حالة استنفار قصوى لدى الاحتلال الإسرائيلي جادير بالذكر أيضا أن مجموعة عارين الأسود لم تعلن تمثيلها أي حزب سياسي فلسطيني كما أن للمجموعة حاضنة شعبية كبيرة في مدن الدفة الغربية الشهيد تامر الكيلاني الذي استشهد بزرع عبوة شديدة الانفجار إذن في دراجة نارية يعد أحد كوادر مجموعات عارين الأسود يبلغ من العمر 33 عاما من سكان حي جبل طاير في نابلس وهو متزوج وأب لطفلين كما أنه أسير محرر أنضى في سجون الاحتلال ثماني سنوات ويعتبر من قادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومتهم بالمسؤولية عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد أهداف إسرائيلية وينضم إلينا من نابلس مراسلنا فادي العصة وأيضا تنضم إلينا كريستين ريناوي مراسلتنا من القدس أهلا بكما أبدأ معك فادي إذن كانت تشيع بمشاركة شعبية كثيفة أوجز لنا أبرز ما جاء في المشهد وفي التعليقات والمواقف من حوله صحيح وعد كان هناك تشيع مهيب لجثمان الشهيد الكيلاني الذي ارتقى بعبوة ناسفة في ساعات فجر هذا اليوم باستهدافي في حالة اليسمينة حيث نقف الآن قبل أن أذهب إلى ردود الفعل وعد سنطرح ونر المشاهد الكريم كيف تم الاستهداف في هذه النقطة هنا كانت الدراجة التي أظهرت فيها كتبة عرين الأسود الحالة الأولى والصور الأولى لاستهداف الشهيد الكيلاني وضعت هنا هذه الدراجة ومن ثم يبدو أن العبوة وضعت خلفها لغاية اللحظة لم يتم معرفة إذا كان هذه العبوة تم التحكم فيها عن طريق تفجيرها بالجو أثناء مرور الشهيد من هذه الطريق وواضح هنا آثار المتبقية من هذه الدراجة التي سحبت وهنا أيضا يظهر وعد كيف كانت هذه الأنابيب تضررت بشكل كبير هذا الضرر الكبير في هذه النقطة أيضا وعد انسحب إلى هذه الجهة حيث كان يمر الشهيد من هذه النقطة تحديدا وهنا يظهر الآثار الكبيرة لآثار هذه العبوة تتخيل أن هذه الآثار قد وصلت إلى جثمان هذا الشهيد وهنا حتى إذا ما جئنا إذا هذا المحل التجاري يظهر فيه بشكل واضح الآثار الكبيرة تلاحظ هنا الثقوب الكثيرة التي كانت يبدو وكانت نتيجة الانفجار الذي حصل مع هذا الشهيد الذي ارتقى في ساعات فجر هذا اليوم مجموعة عرين الأسود وعد ترى بأن هذا الشاب هو أحد قادتها الرئيسيين الذي يحركها ونعته ببيان رسمي وقالت أن ردها سيكون موجعا ومؤلما كما وصفت في بيان لها من خلال ما نشرته اليوم الجنازة المهيبة التي حصلت اليوم وآلاف المواطنين الفلسطينيين الذين شاركوا في تشييع هذا الجثمان تحديدا وعد يظهر أن هذه المجموعة لها أثر كبير في تحريك الشارع الفلسطيني ليس فقط في منطقة نابلس وإنما في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خاصة أن نابلس وعد محاصرة منذ 13 يوما بشكل كامل على الأرض وأيضا أن وصلنا منذ ساعات الصباح الباكر إلى هنا ونحن نستمع إلى أصوات الطائرات الإسرائيلية في الجو يبدو طائرات المراقبة التي تراقب نابلس بشكل كثيف من السماء أيضا وعد كان هناك تفاعل كبير من قبل المواطنين الفلسطينيين بالحداد وأغلاق المحال التجارية اليوم في منطقة نابلس وكذلك ردود فعل كانت فلسطينية منددة بطريقة اغتيال الشهيد الكيلاني أحد قادة علي الأسود خشية من إعادة تكرار هذه الطريقة في العمليات وعد هنا نذكر أن عملية تفجير العبوات واستهداف شهداء أو مقاومين فلسطينيين بهذه الطريقة لا يكون جيش الاحتلال متواجد فيها على الأرض هي طريقة قديمة جديدة لم تستخدم في نابلس تحديدا منذ الانتفاضة الثانية تقريبا 2002 و2003 قرابة 20 عاما لم يتم استهداف بالعبوات المحلية أو العبوات التي يستخدمها جيش الاحتلال وواضح الأثار الكبيرة بالعادة يكون هناك اقتحام من قبل جيش الاحتلال الذي ما زال يقوم بمحاصرة هذه المنطقة في محافظة نابلس تحديدا وعشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين يقوم بمنعهم هناك رد متوقع دفع جيش الاحتلال للاستنفار الكثير وشاهدناه عندما انتقلنا ودخلنا إلى منطقة نابلس حول هذه المحافظة بوجه عام وجيش الاحتلال يبدو أنه يرفع من حالة تأهبه خشية بالفعل من استهداف هذه المجموعة مجموعة عرين الأسود لجيش الاحتلال أو المستوطنين سواء في نابلس أو مناطق مختلفة من الضفة الغربية طمعنا فادي سنذهب إلى كريستين في القدس وكان كريستين أشار فادي إلى أن الطيران الإسرائيلي يحلق فوق نابلس فيما يبدو أنه عمليات مراقبة تحسبا للتهديد الذي أطلقته جماعة عرين الأسود ما هي الخطوات الأمنية الأخرى التي تقوم بها قوات الاحتلال في إطار ما يسمى حالة التأهب القصوى يعني حالة التأهب القصوى وعد تأتي بعد موجة رد متوقعة في أعقاب اغتيال تامر الكلالي أحد أشرص مقاتلي كتيبة عرين الأسود بحسب وصف المجموعة نفسها إسرائيل تعتبر أن معظم العمليات التي حدثت في الضفة وشمالية الضفة في الفترة الأخيرة هي تحمل اسم وتوقيع مجموعة تعرين الأسود وبالتالي عند اغتيال أحد أبرز مقاتليها وأحد أشرص مقاتليها بالتأكيد سوف تتوقع ردا وقد يكون نوعيا من قبل هذه المجموعة وبالتالي فرضت حالة التأهب التي هي قصوى أصلا في الفترة الأخيرة وعد أشيري لأن هناك حالة من التأهب مفروضة تزامنت مع موسم الأعياد اليهودية تزامنت قبيل الانتخابات الإسرائيلية التي نحن على بعد أسبوع منها الآن اغتيال أحد القادة الميدانيين التابعة لهذه المجموعة التي أصلا تخضع لتحريد في الإعلام الإسرائيلي مؤخرا وتنسب إليها معظم العمليات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية بالتالي كل هذا يؤجج الوضع كل هذا يضع طول الأرض الفلسطينية وعرضها على صفيح ساخن نعم طائرات في السماء حتى في القدس وعلى الرغم من تصفية منفذ عمليتي حاجز شفاط ومعلي أدوميم في العادة في الأيام الماضية اعتدى المقدسيون على سماع أصوات الزنانة وطائرات الاستطلاع على الرغم من تصفية منفذ العمليتين مساء الأربعاء عدي التميمي ما زلنا نسمع في السماء أصوات طائرات استطلاع هذا يعكس على أن هناك إجراءات أمنية مفروضة بغض النظر عن الأحداث على الأرض وارتفاع وطيرة هذه الأحداث طبعا سوف يرفع من هذه الإجراءات عمليا وسائل الإعلام تتحدث القناة العبرية الرابعة عشر تحدثت عن أن إسرائيل تتوقع الآن ردا عمليا أيضا هناك تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيد الذي قال أن معظم القوات الإسرائيلية تعمل في هذه الفترة في الضفة تحديدا في شمالي الضفة قال أن إسرائيل أحبطت ثلاثمائة وسبعين عملية في الفترة الأخيرة والتالي الوضع على صفيح ساخن وعد هناك ترقب طبعا للرد شكرا لك كريستين ريناوي حدثنا من القدس والشكر موصول أيضا لمراسلنا في نابلس فادي العصا شكرا لك